معي من بيروت الكاتب السياسي توني أبي ناجم مساء الخير أهلا بك معنا سيد توني إذن مكاسب كبيرة لحزب الله ولا شك بأنه يوم الأحد كان صورة عن لبنان المنقصب قراءتك لما حدث ولما تمهده لنا يمهده تمهده الأحداث للمشهد السياسي القادم في لبنان سيدتي الكريمة ما حصل بالأمس هو نتيجة طبيعية لمسار بدأ لحظة قبل الرئيس سعد الحريري بالنائب سليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية ما دفع بالتالي القوات اللبنانية إلى التبني خيار العماد عون ومن ثم انتخابه والدخول في معرفة بالصفقة الرئاسية وبالتالي انتهت مفاعل كل ما كان يعرف بكوة 14 أدار منذ لحظة انتخاب العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية وبالتالي دخلنا مرحلة سياسية جديدة تم تظهيرها نيابيا في انتخابات الأمس ولكن مفاعلها كانت قائمة منذ تاريخ انتخاب العماد عون وتشكيل الحكومة الحالية التي على سبيل الميشيل للحصر في كل الملفات على طاولتها كانت الاستفافات لا تقوم على اساس 14.8 أدار على اطلاق بل على العكس كانت في معظم المواضيع التيار الوطني الحر متفق مع الرئيس سعد الحريري في حين كانت تتم مواجهة بعض الملفات بالتعاون ما بين وزراء القوات اللبنانية ووزراء حركة أمل والمردة والاشتراكي وبالتالي تغير المشهد السياسي نتيجة انتقال الرئيس سعد الحريري إلى خيارات أخرى حتى أشار إليها اليوم أنه لا يمكن أن نقف البلد تحت شعارات أنه بدنا نواجه حزب الله وبالتالي العالم بدت عيش وتحت هذه الشعارات ذهبنا إلى الكثير من المساومات والكثير من الاتفاقات الجانبية التي تخفي في طياطها ما تخفيه النتيجة العملية أننا خذنا انتخابات نيابية على التحالفات بالقطعة حسب كل دائرة طاب سياسي 14 أزاري كما كانت آخر انتخابات في 2009 وبالتالي المشهد السياسي في هذه الانتخابات لم يعد قائما على ما كانت عليه الأمور قبل السنوات بل انطلاقا من الواقع الجديد وأكبر دليل أن القوات اللبنانية حاولت أن تتفك مع التيار الوطن الحر في أكثر من دائرة لكن الطيار رفض وبالتالي لم تعود المعايير واضحة حتى أن طيار المستقبل وحزب الله دعما لائحت الطيار الوطني الحر في دائرة بيروت الأولى وبالتالي تغير المشهد بكل أسف وأخشى أن تكون ذهبت كل التضحيات التي عناهت الجمهور السيادة في لبنان طوال 13 عاما وكل الشهداء أن تكون ذهبت هباءا هل نتحدث عن مشهد إلى أي درجة سيكون متوترا كما هو اليوم في الفترة القادمة سيد توني بالمشهد السياسي اللبناني لأنه فيه واضح تمرد بعد هذه النتائج الأولية فيه تمرد كبير فيه غضب فيه استياء كبير فلنقول أولا أن النتائج النهائية لم تصدر بعد لغاية هذه الساعة يعني بعد أكثر من 24 ساعة على إقفال سنديق الاقتراع الجو العام في لبنان أن الجميع يخشون حصول تلاعب ما بدأت تظهر بعض مؤشراته سمت ما يجري في سرايا بعلبك وفي الانتخابات هناك سمت ما يجري في أكثر من منطقة من بعد ما كانت كل الماكينات أعلنت فوز المرشحة عن لائحة كلنا وطني في دائرة بيروت الأولى جمان حداد فجأة لقوا صندوق وتم إعلان خسارتها لمصلحة مرشحة على لائحة تيار الوطن الحر ما يجري في بعلبك خطير جدا سمت حديث وبعض الفيديوهات عن صندوق كثيرة ونتائج كثيرة تم إطلافها لمصلحة صندوق أخرى الرئيس حزب الكوات اللبنانية ناشد وزير الداخلية إجراء التحقيق سريع في الموضوع وعاجل لأنه تم إدخال مغلفات كثيرة غير ممهورة بالشمع الأحمد ومن دون محاضر وبالتالي قبل أن نتحدث عن التوتر الذي كان في توتر نتيجة عدم الارتزام بالحد الأدنى من معايير النزاهة والشفافية في إخراج العملية وما يزيد كل الوضع أنه لغاية اليوم لم تصدر نتائج رسمية في حين كنا موعودين أن تصدر ليل أمس يعني قبل منتصف ليل أمس كل التحضيرات كانت قائمة على هذا الأساس حتى وزير الداخلية قال أنه سيأخذ مؤتمر صحافي فجر اليوم اليوم أصبحنا مساء وليلا ولا إعلان للنتائج حتى اللحظة وهذا أمر يدعو إلى طرق حسابة كثيرة وخفيرة عما يجري أم هذه نتائج الأولية بطبيعة الحال نتحدث عن هذا الاكتساح لحزب الله لا لا اكتساح حزب الله اكتساح بين هلالين يعني عملية لم يكتسح بالمعنى الاكتساح إنما المشكلة أنه تمكن من الحصول مع حلفائه المقربين وأقصد بالمقربين أي حلفاء النظام السوري أكثر من السلس عم نحكي مع حلفائه اللاصفين يعني اللي هن حلفاء النظام السوري وبالتالي أصبح بيده السلس المعطل في مجلس النواب وبالتالي بات في إمكانه بمعزل عن الطيار الوطني الحر وبمعزل عن طيار المستقبل وبمعزل عن وليد جمبلات وغيره أن يعطل أي انتخابات رئاسية في لبنان إلى ما شاء الله هذا أمر ليس بقليل أما بالنسبة إلى الأكسرية المطلقة التي أشرت إليها فلا أعتقد أنها بالكامل في يد حزب الله سمت ملفات قد يؤمن عليها أكسرية مطلقة وسمت ملفات أخرى قد لا يؤمن عليها أكسرية مطلقة يمكننا أن نقول أن الأكسرية المطلقة إنما تأتي في هذا المجلس نوعا ما متحركة أي أنها ليست أكسرية سابتة بيد حزب الله لكن السابت بيده هو القدرة التعطيلية بالسلس زائد واحد في مجلس النواب طيب سيد توني سامير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية قال بأن هذه النتائج اليوم هي التي ستكون معنا بطبيعة الحال لأربع سنوات قادمة وتحدد مسار البلاد ما هي قراءتك سيد توني لمسار البلاد بعد هذه الانتخابات فلنكون واضحين أيضا ولنعترف أن القوات اللبنانية حققت نتيجة أكسر من باهرة المفروض أن يكون في عندها كتلة من 15 نائب أي أنها ضاعفت تقريبا عدد كتلتها وهذا ما سيجعل موقع القوات اللبنانية داخل السلطة وداخل المسرح السياسي اللبناني في مكان أفضل وبقدرة أفضل على التدخل على التعطيل حين يلزم على المشاركة في الحكومات وبالتالي من المعروف أن القوات اللبنانية هي القوة الأساسية التي تقف في مواجهة حزب الله وضعها الجديد سيتيح لها أن تمارس دورها بشكل أكثر فعالية وبشكل أكثر دينامية وأعتقد أنها ستتمكن من استقطاب عدد من الكتل إلى جانبها في عدد من الملفات والمعارك هذا ما سيجعل كما قلت الأكثرية المطلقة في مجلس النواب متحركة حسب الملفات وهنا ستكمن مهارة سمير جعجة في إدارة اللعبة السياسية في هذه الناحية سمير جعجة الذي سيكون من داخل السلطة كما هو متوقع إنما سيكون معارضا للصنائية التي قامت منذ الاستحقاق الرئاسي منذ الانتخابات الرئاسية ما بين الوزير جبران باسيل ورئيس طير وطن الحر ورئيس الحكومة السعاد الحرير والطيار المستقبل وبالتالي سنشهد نمطا مختلفا جدا في التعاطي وسمعنا بعض المؤشرات عن محاولات ربما لعزل القوات اللبنانية عن الدخول في الحكومة سمعنا كلاما مبطنا من رئيس الجمهورية بمعنى أن نريد حكومة أكثرية وليست حكومة الفق وطني وسمعنا كلاما ليس بقليل اليوم أيضا من رئيس الحكومة السعاد الحريري يتحدث بمنحة في هذا الاتجاه كما سمعنا بعض العمليات أو المؤشرات التي أطلقت بوجه السعاد الحريري منها إعلان الرئيس نجيب ميقاطي أنه مرشح لرئاسة الحكومة أعتقد أننا في المرحلة المقبلة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب سنذهب إلى شت حبال داخلي ليس بقليل سيجري بالتزامن مع أوضاع إقليمية أيضا متوترة هذا ما سيجعل الساحة مفتوحة على كل الاحتمالات أنا أشكرك جزيلا من بيروت كنت معنا الكاتب سياسي توني أبي نجم شكرا سيد توني